الخبر هو اللي عد عن قمر الطائي وقصفها اللانولين القصة يا حبايب صارت لمن قمر الطائي نزلت مقطع جولة في غرفتي وبعدها بكم يوم يا حبايب لانولين قلدوا نفسي فكرة وهمين نزلوا جولة في غرفتي في اغلب الكومنتات صاروا يسبوهم يتهجموا لعليهم انه انتو قلدتوا قمر الطائي هذي يخلىهم انهم يوقفون تعليقات على المقطع في قمر الطائي يا حبايب اليوم نزل شوية سوريات تقول انه المقطع ما للعيد رح يكون شي كلش قوي اللي رح ينزلنا قريبا فقالت انه من قوة الفكرة رح ننتظر التقليد الاغلب اتوقع انه هو تقصد لانولين لانهم قلدوها باول فكرة ورح يقلدوها بثاني فكرة بسبب قوة الفكرة فاكتبوا للكومنتات شو رأيكم ورح اضطيكم الاسطوريات شفوها اوكي مثري اشوفكم الميكر لانه رح احتي بموضوع فيديو اليوتيوب اللي كلكم جاء تنتظروا اليوم الفيديو ما رح ينزل اليوم تأجل لبعد بكرة الفيديو كلش جنت حاب بقى نزل اليوم بس اللي صار انه الفيديو بعدها ما خلص الفيديو تأجل لانه خلص منتاجه كلش صعب حيل صعب فايتكم تكونون جاهزين لبعد بكرة حينزل الفيديو يعني مو ثالث يوم العيد رابع يوم مني يخص العيد بس الفيديو شنو قوي ما حد مسوي لا باليوتيوب العربي ولا ازنبيه كون جاتيب ووصلا حبايب من وصد المقطع فجروا المقطع بلايكات شنو كفية زيارة مقادمة القصص احبكم وبس مع السلامة